فريرا جيسفالدو فريرا وريكاردو سوارش المدير الفني النادي القالي والمقارنة اللي بتحصل دايما بينهم يعني هل الراجل سوارش هينجح مع القالي هو كويس ولا مش كويس فريرا خلاص كده نجح مع نادي الزمالك ولا ايه يعني الحكاية فين فمحمد جمال يعني فتح الحوار وامير ما سابوش وانا قلت ايه هخش معهم بس واحنا على الهواء اخش اسموا اخواطنا عشان كده هابتع بيك ايه الحكاية طيب خلينا نقول بس كده في دقيقة انه لما اجا اتكلم على جيسفالدو فريرا عشان الناس تفهم احنا الكلام او الدياركشن رايح في جيسفالدو فريرا مدير فني كبير مفيش اي حد من متابع الكورة المصرية بدقة يقدر انه يبخص الراجل حقا صح يعني منفقش هقولها بشكل اوضح منفقش تبقى اهلاوي اسمعال لاوي مصر ما مشاجعش الزمالك وتقول ان فريرا بسا مدرب مش كويس طبعا لازم اتقول انه هو كويس ده مفيش مجال للشك في ده خاصة انه الزمالك قبل ما ييجي فرير كان في وضع اسوأ بكتير من اللي نهى بيه فرير صح الزمالك كان بيعاني من ايقاف القيد لفترتين وبعد الفترة اللي احنا نتكلم عليها او المقارنة اللي احنا نتكلم عليها ابتارت الامور تبقى اصعب مش اسهل ابتارت الامور تبقى اصعب لانه زمالك بتبقى يفقد بعض اللاعبين زي طريق حمد ومحمد ابو جبل وبعديهم اشرف بن شرقي بعد فاينل الكاس طيب احنا بنينا المقارنة قبل ما الناس قبل ما نعرضها على الاسكرين بنينا المقارنة على ايه ريكاردو سواريش حتى الان خد 11 مباراة مع النادي الاهلي فابل تقابل عشان نبقى ناس منطقيين وناس تقول لكش انت ليه جايب ايس على 11 ولا ايس على 9 ولا ايس على 8 فاحنا جبنا ال 11 ماتش اللي عملهم ريكاردو سواريش في بداية مسارته مع النادي الاهلي منذ التولي المهمة في بداية شهر يوليو مقابل لهم 11 مباراة اللي عملهم جيس فالدو فريرا مع نادي الزمالك فور تولي المسئولية مع نادي الزمالك خد 11 مباراة نجي نبص بقى عليها على الاسكرين 11 مباراة لفريرا 11 مباراة لفريرا في المقابل 11 مباراة لسوارش نعيد تاني ليه 11 لأنه كل اللي عملوا سوارش مع النادي مع النادي الأهل حتى الآن 11 مباراة فهنقرب بنفس العدد بأول 11 مباراة عظيم يلا بينا فلما نجي نبص على الاسكرين نلاقي إنه في أول 11 مباراة لجيس فالدو فريرا فاس في 5 مباراة من ضمن 11 تعادل في 3 مباراة وخسر 3 في المقابل ريكاردا سوارش فاس في 6 تعادل في 3 وخسر 2 عدد الأهداف المشجلة 15 هدف بمعدل 1.45 يعني 1.45 هي تقريبا جول ونص في المباراة في المقابل 1.1 أو عفوا 0.95 لأقل من جول في المباراة لفريرا عدد الأهداف المستقبلة 4 لريكاردا سوارش وتمانية لفريرا دي بداية المقارنة تخش على بقية المقارنة ما بين الاتنين بصراحة أو اللي تفاجئني ليه؟ مش نحاجة هي دي أرقام طبع يعني هي دي مفوض أرقام مفوض كلنا بعرفينها طبع بس أنا أول مرة أخد بالي يعني أول مرة أقيس بنفس الأرقام كده 11.11 يعني أنا بقيس أو أنا كريم كنت بقيس إنه فريرا قوي جدا في المباراة طبع سوارش لسه من نستكشفه لسه مش عارفينه و أنا هفاجأك برأيي في سوارش في الأخ يعني بعد المقارنة عظيم نكمل بقى البعديها يعني لو نعمل سكرول اللي بعده طيب طيب لسه عمر ما تيجي هزي طيب أنا عايز أسمع رأي يا أمير فضلا وهكمل معك طيب هي المقارنة حلوة وخليني أتفق في الأول على إن إحنا كلنا عارفين إن ما ينفعش نحكم على سوارش يعني أنا على الحدد النهاردة مش عارف أمدرب كويس ولا مدرب وحش ممكن يبقى مدرب كويس ومش مناسب للأهل ممكن يبقى مدرب وحش والأهل يدي له فرصة وما ينجحش الله أعلم ده هيبان في الفترات الجاية صح بس ليه أنا بالنسبة لي المقارنة دي هي طبعا حاجة حلوة جدا من جمال إنه بيعرض لنا أول 11 مع أول 11 لإن ده المقارنة العادلة يعني ده كده أنت بتقارن رقميا بشكل عادل ممتوكة أماما بس في حاجة مهمة قوي إن أول حاجة أنا شايف إن موقف الزمالك وقت تتعاقد فريرة معاه كان أصعب كتير من موقف الأهل صراحة فرية الزمالك دي ما كانتش بترعب كرة خالص كلنا فاكرين اللقطة اللي كانت محل سخرية في مطش الوداد اللي قال الكرة السابتة اللي لعبها بين شرقي لحد ما رجعت لأبو جبل وهو بيقلش وأشد المتفائلين من جميل نادي الزمالك نفسهم كان يقولك الزمالك يخلص دور رابع مستحيد ياخد الكاس كانت أشد الأمال الحصول على أبطائل تأهل لدور الأبطائل يعني كان أشد الأمال يعني البرامينز كان أقرب للمنافسة مع الأهل عكس الموقف اللي اللي سوارش السابل مع الأهل نقطة تانية إن برضو في حاجة مهمة الموسم بتاعنا انتهى فعليا لأغلب الفرق بعد أن هيت الدور الأول يعني مثلا الأهلي كسب في يوتشار 4-0 فوقتها كابتن علي ماهر بعد أن ماتش قال أصلي خلاص دوافع بالضبط الموسم بتاعنا خلص كسبنا كسر رابطة وخلاص تأهلنا لبكون فدرولية فلاقينا متلاع من غير دوافع عكس ماتش في يوتشار اللي لعبه فريرة في بداية مهمته وكسبه 3-2 بصعوبة بعد ما كان خسره 2-0 فهنا في يوتشار ده غير في يوتشار ده مزبوط برامدز اللي كسبه فريرة في أول ولايته بالضبط 3-2 كان هو نفس برامدز اللي لاعب الأهلي والأهلي يكسبه 2-0 لأن برامدز منافس على اللقب الزمالك لما كسب في نهاء الكاس برضو هو ده فيه منافسة على اللقب إنما هل المصري والاتحاد مثلا يعني بيلعبوا بنفس الدوافع اللي كانت حتيبقى موجودة لو سوارش ماسك المهمة في بداية الموسم والفرقتين أقفك عندي مصري والاتحاد لا لا بذكر المصري والاتحاد تحدي مباراتين المصري والاتحاد وكان بيتولى القيادة الفانية النادر الاتحاد كابتن حسام حسن والنادر المصري معيش شعباني إيه اللي حصل ده هل عملية مع المدير الفاني السابق مش الحالي ده هل عملية اتغلب من المصري 1-0 ده في الدور الأول وفاز على الاتحاد الكاد في ظل أداء سيئ جدا من النادر أهلي من الدياق خمسة من الشوط التاني متراجع تماما في منطقة جزاؤه وفاز النادي الأهلي بالثلاث نقاط طب عمل إيه ده في عز المنافسة انت خسرت وفزت مباراة بالكاد وانت المفروض في عز تنافس أكبر لما جيت لعب نفس الفرق وبالمناسبة الاتحاد حتى هذه اللحظة رميز من البقاء المصري حتى هذه اللحظة رميز من البقاء فالناس لسه بتقاتل على البقاء حتى اللحظة فالتشبس بالنقطة دلوقتي أكتر بكتير لو بتكلمني على فرق ضمرتي يعني مثال فيوتشر متفق جدا فيه مع أمير فالفرق خلاص قعدت فما قدرش حطه إذا كنت هنا موجود مع كريم وقلنا يوم ما الناس كانت منتشية جدا بسوارش والأربعة صف بتقولهم ما تنتظروش إن الأداء ده يقرر الحالة الفنية والبدنية في الكارف بينزل مش في الأب كارف الناس الكارف بينزل فآه الحالة بتاعت زمارك كانت سيئة جدا لكن الحالة بتاعت الأهلي قبل ما ييجي سوارش في آخر ست مباريات يكملهم الاتحاد والمصري الأهلي فات في مباراة وتعادل في ثلاثة وخسر اثنين قبل ما ييجي سوارش أصلا مع المدير الفن السابق اللي هو متمرس وبقال له سنتين أنا برضو في حاجة مهمة قولي ودي اللي أنا شايف إن الأهلي بيعملها حلوة قوي دلوقتي الأهلي دايما مشكلته مش في بداية الموسم الأهلي مشكلته إمتى فاخي الموسم لما بيزيد الضغط لما تبقى بقى بتروح تلعب مطش في الجزائر وترجع ترد على القاهرة وبعد كده تروح تلعب وليعب دوليين تروح من المنتخب ونحن كاس العالم العندية بزرط بتنافس على 3-4 عجبات إنما تعالى كده نرجع للأهلي في بداية الموسم قال في بداية الموسم كسب البنك الأهلي وقبله الإسماعيلي وبدأ الإسماعيلي أربعة وغزل المحلة وسموحة والمطش السادس ممكن جمالي يفكرني كانين بس انت واخد 18 نقطة من أول 18 نقطة يعني قطر وخلاص الناس وقلق لك بالضبط قالت لك انت خلاص انت كده ده دوري فيلر زي ما فيلر ابتدى خلاص ده موسماني برضو بتدى وإذا مالك حالته مش جيدة فأنت خلاص الدوري بداية يخلص بالدور الأول إذا مالك نفسه خسران منك خمسة وبعد كده خسر من سواء أنا فاكر الجملة دي تقيت قالت لك لقلق لخلاص الدوري بالدور الأول بالضبط فابتدت بقى خلاص واللعيبة بقى تحس كمان بالإرهاق لعبة كاس عرب وكاس قوم أفريقيا فخلاص انت وصلت لشهر فبراير وشهر مارس زي كان بالضبط لدوريات الأوروبية فالموسم خلص بالنسبة لك بالضبط الموسم خلص في القوة البدنية عند اللاعبين وفي المقابل الزمالك كان موقفه أرياح ليه لأنه هو خلاص خرج من دوري أبطال أفريقيا فابتدت الدنيا تبقى أهدى شوي عليه فبرضو يا جمال أنا مش هقدر أقارن اللي حصل مع موسماني في نهاية فترته بفترة سوارش دلوقتي وأكبر دليل على كده أنا بقول إنه الراجل ما خدش الكيرف هو فوق وبترى ينزل هو الكيرف كان بترى ينزل للأسباب اللي انت قلتها اللي هي الإجهاد تراكم المباريات انت جيت في البيك بتاع السيزن انت كفرقة بقى لك ثلاث مواسم بتعاني من التحامل المواسم الإجهاد ودائما بأكد الإجهاد الزهني قبل البدن ممكن أجمع ده بقى أنت عايز تقول لي في الآخر أنت وأمين إنه هو صحيح سوارش استلم فرقة ممكن تبقى أجهز من الزمالك بس بدنين هيك هيتخلصانة فعنده ظروف صعبة فريرة استلم فرقة الزمالك في ظروف صعبة فالتنين استلموا في ظروف صعبة فده وصلنا في الآخر للمقارنة اللي انت عملتها بس هقف معاك عند كلمة سكواد عددياً أكبر من الزمالك بسبب حرمان الزمالك من التعاقد الجاهزية لا طبعاً الجاهزية للزمالك لأنه خلي بالك الزمالك جي في وسط السيزن بسبب عدم الارتباطات وإنه ما كانش عنده كاس عالم أندية خدر بعين يوم لا هل ما خدشوا اليوم فده قدت بقى لفريرة وما كانش شغل فريرة فريرة تولى 4 مارس بس البطلع جمال من الأهلي دايماً ده من نادي الأهلي إنه كان مشكلة نادي الأهلي الفترات الماضية إنه مسلمان كان بيدي راحة كتيرة للعبين على فترات كتيرة وده اللي أثر عليهم بدلين وعمل لهم مشكلة لأنه فترات الراحة دي كان بيديه المين فترات الراحة دي في كل الأجندة في الفيفا ديتس كان مفروض إنه هو يجاهز المجموعة الثانية يتكلم عن المجموعة الثانية دايماً اللي هي اللي هي موجوده دلوقتي ما بيتكلمش عن المجموعة الأساسية كان بيديه مع المنتخب اللي هي لما لها ما كانش يجاهز بقى هي دي هو دي كان أكبر خطأ ويا فيه مسلماني أدى إلى هذه الحالة طيب نستنتج عشان نقفل بقى القصة دي ايه ريكاردو سواريش وأنا أتكى فجأك برأيي ريكاردو سواريش لا يمكن الحكم عليه حتى هذه اللحظة لا بالإجاب ولا بالسلبة ليه؟ الحكم بالمنطق في ظروف لا منطقية مر بياها النادي الأهلي هو لا منطق بعينه فنهايةً أي مدير فني في الدنيا وفر له ظروف المناسبة وده اللي عمله نادي الزمالك مع فريرا حاول يوصل بأفضل وضع للوضع اللي موجود ساب الرجل يشتغل أطلق قياده في الفريق زي ما بيقوله والرجل بعد البداية اللي أنا شايفها هي بداية رقمياً بداية غير جيدة لأن أنا كسبت خمس مبارات من حد عشر خرجت من دوري أبطال أفريقيا طيب فريرا عشان برضو أوضح الأيو شهدين القصد بالمقارنة اللي أنت عملتها دي أنت مش عايز تثبت أنه سواريش يا جماعة أحسن من في دي صحيح كده؟ صحيح كده؟ وأمير وأنت اتفقتوا أنه سواريش لا ينفعش الحكم عليه إجاباً أو سلباً دلوقتي صحيح وبالتالي هو ممكن في المستقبل يتفوق على فريرا الله أعلم طبع وممكن في المستقبل يبقى قلب كتير من فريرا الله أعلم طبع لكن هو دلوقتي ما ينفعش الحكم عليه لو أنا قارنته ليه فريرا يا كريم؟ لأنه مدرب أثبت أثبت في فترة سابقة في المرحلة الأولى دي والمرحلة الثانية أن المدير فني كبير فريرا أنا قارنته بريفرنس يعني هنا باخد فريرا كمرجعية مش بقار بابل الاثنين طبع جمان أخد بالك هو ليه الإشادة بفريرا كبيرة لأن الموضوع قائم على التوقعات فرية الزمالك لو ما كانتش خلصت بطل الدوري ولا كانت خلصت بطل الكاس بس مثلاً كانت وصلت لدوري أبطال أفراكية وكانت وصلت نهائي كاس الناس هتبقى مبسوطة فالراجل فوق التوقعات الراجل عمل أكتر من الإكسبيكتيشنز اللي كان جاي عليها مصبوط فمنطقي أن في دلوقتي مرحلة من النشوة في الجمهور الزمالك حاسس أن احنا عندنا مدرب عبقري صحيح وطبيعي بقى تسمع الكلام بتاع أن ممكن بقى الناحية التانية جمهور الأهل يقولك يا عم طبع ما ده كان بيعمله مسيماني عادي لا هو ولأن الراجل كان جاي بتوقعات قليلة فلما طبعا فوق التوقعات ورجع فمسابق الدوري كان بعيد جدا فيها زي ما احنا ما شرحنا بداية الدوري كانت بعيدة جدا عن الزمالك ونكلم الأهل وبرامل زمال اللي بينافسه طبعا هو ده اللي خلى ناس كتيرة طبع تقول إن فريرة فعلا عمل سحر عمل إنجاز مما ساهمة في رفع الضغوط عن فريرة والفرقة وعن الزمالك في التوقع صحيح صراح هياخد البلندور؟ لا طبعا لا اقفلوا ياب ده لسه أقولك بعد الفاصل الله تعالى وعرف ما قال ليه خليكم معا